بعد أن دفعت الحرب ملايين اليمنيين إلى حافة الفقر والنزوح والمرض بات الوضع الإنساني في البلاد يأخذ شكلاً كارثياً من يوم لآخر تضاءلت فيه فرص الملايين من اليمنيين في الحصول على مقومات الحياة وضع بات حاضراً في الكثير من مؤتمرات الاستجابة الإنسانية كان آخرها ما أكده سفير وفد الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر مشروع الاستجابة الطارئة لوسائل الإعلام الذي أشار إلى أن قرابة 80% من اليمنيين باتوا يحتاجون للحماية والمساعدة السفير الأوروبي أضاف أن المساعدات المقدمة لليمن حتى الآن غير كافية للبلد الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم مؤكداً على ضرورة وقف الحرب والدخول في عملية سلام شاملة من أجل إنهاء الوضع الكارثي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 65 ألف شخص من مختلف مناطق المواجهات في الضالع منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في سبيل الحد من الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد إلا أن جهودها لا تزال قاصرة في ظل استمرار الحرب من جهة وتعذر وصول المساعدات نتيجة حرب ميليشيا الحوثي من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر